وأنا قاعد الحياة بفكر مع نفسي في الموسم الكروي الحالي وكمان بطولة أفريقيا النسخة القادمة لقيت أزمة كبيرة جداً والأزمة دي بالمناسبة مش جديدة ولكن أنا معرفش ليه مسؤولي اتحاد كرة القدم كل مرة ما بيتكلموش عليه كالعادة دايماً وضن من طين وضن من عجيل إيه هي؟ أيوة أزمة القيد خليونا أشرح لحضراتكم الأزمة دي تاني تاني وتالت ورابع وعشر فرضت نفسها من الموسم اللي فات مش معنى الموسم اللي فات لأنه كان قريب من الموسم اللي احنا فيه وشبه الموسم اللي احنا فيه لو هو خلص في شهر تسعة مش فكر ولا في عشر حاجة كده وبصراحة اخترعوا لها حل ولكن للأمانة للأمانة هو مش حل هو جهل وكمان فيه ظلم كبير جداً للأندية خلوني الأول أشرح الأزمة طبعاً زي ما حضراتكم عارفين بالدوري الموسم الحالي اللي احنا بنلعب فيه ده حينتهي يوم كام؟ 30 أغسطس المقبل تمام؟ طيب باب القيد الإفريقي بقى حيفتح إمتى؟ المفروض حيفتح في الأسبوع الأول من شهر يوليو من شهر 7 يعني وده معناه أن الفرق التي ستشارك في بطولة أفريقيا النسخة القادمة سواء دوري الأبطال أو الكنفدرالية حيكونوا إيه؟ كالعادة وزي كل سنة أو زي السنة اللي فاتت حيكونوا مجبرين على تسجيل كل اللاعبين وقيد كل اللاعبين في القيمة الإفريقية لأن كده كده اللاعبة دي هتكون موجودة كده كده موجودين بطبيعة الحال يعني وبالتالي الفرقة كده هتضطر الفرقة هتضطر تعمل إيه؟ تقيد كل اللاعبين وبعد ما الموسم ينتهي لو هيمشوا من الفرقة كده هيخسر مكان في القيمة اللي هي مشكلة كل سنة غير إن اللاعب نفسه أساساً ممكن ما يوافقش لأنه لو تقيد في الأهلي ولو حبي يروح نادي تاني يلعب في أفريقيا مش هيحرب من اللاعب مع الفريق التاني في النسخة اللي بعد كده في النسخة مع فريقه الجديد يعني عشان كده طبيعي اللاعب نفسه أساساً ممكن ما يوافقش إنه يتقيد في أفريقيا لو كان فيه نية يعني الاستغناء عنه يعني وطبعاً كالعادة ده هيبقى ارتباك جامد جداً وواضح لكل الفرق اللي هتلعب في أفريقيا الموسم اللي جاي زي اللي حصل بالزبط الموسم اللي فات طب اتحاد كرة القدم هنا عمل إيه؟ طب هل اتحاد كرة القدم حاوله أو شغل نفسه إنه هو يشوف حلول لهذه الأزمة إنه هارس يعني عندما يتم انتخاب اتحاد كرة القدم من مهامه هي حلول الأزمات الصعبة في كرة القدم مع الدولة اللي هي الحل الأمثل للفرق اللي همهة 18 فريق علشان الفرق دي تعرف تلعب دوري كويس في نفس الوقت تعرف تلعب في أفريقيا كويس طب هي الأزمة انتهت لحد كده؟ لا طبعاً اتحاد كرة القدم حيكون مجبر الكلام أنا بقوله حضراتكم ده نفس الكلام تقريباً اللي تقال السنة اللي فاتت بالزبط يعني الكلام ده أو اتحاد كرة القدم حيكون مجبر انه يرسل أسماء الفرق التي تشارك في البطولات الإفريقية الموسم الجديد طب حيرسلوا أسماء الفرق ازاي؟ والدوري أصل لسه ما انتهاش يعني أنا عارف طبعاً وبقول لحضراتكم اهو نفس التفكير المتأخر نفس التفكير المتأخر والراجع بتاع الموسم السنة اللي فات هيبعت أسماء الفرق في المربع الدهبي وقت إرسال القايمة في حين ان الموسم لما يخلص يعني هتلاقي في فرق ممكن تني في الدوري الرأي في المركز الرابع مثلاً وما تلعبش كونفيدرالية زي اللي حصل مع اسموحة السنة اللي فاتت طب هو عندما يتم لما أنا واحد وعايز أرشح نفسي لاتحاد كرة القدم مش من المفترض ان أنا يكون عندي حلول مثل هذه الأدمات عندي خبرات في إدارة الأزمة السنة اللي فاتت حصل كده السنة اللي فاتت حصل كده طب أنا السنة دي هعمل ايه السنة اللي فاتت اضطر ان هو يبعت الأسماء وكان فيه أربع فرق أهل زمالك بيرامدز مصري والمصري كان ساعتها في المركز الرابع لكن سموحة فنش الدوري كان هو الرابع وكان هو اللي يستحق المشاركة كان الكابتن أحمد سامي المدير الفني اللي نادي سموحة في ذلك الوقت وكان عنده 54 نقطة طيب المصري أنهى الدوري في المركز الخامس برصيد 50 نقطة ولكن يعني سموحة كان فرق عن المصري باربع نقطة كاملة يعني مش ومع ذلك سموحة حرم من المشاركة في الكونفدرالية اللي كانت أعتقد لأول مرة أو لتاني مرة مع كابتن حلمي أه لعب دولي الأبطال ساعته دي كانت كونفدرالية هنبقى أول مرة في تاريخه كل ده ليه حضراتكم عشان احنا بنعيش فترة من العك الإداري والتخبط السلبي من جانب مسؤولي اتحاد كرة القدم هو جماعة على فكرة بالمناسبة ممكن جدا وأنا كنت مع هذا الأمر مبارح أن انت تسفر أو تسفره 3 أو 4 ما عنديش مشكلة أو 5 أو 10 اتحاد كرة القدم كله يسافر أثيوبيا أو ملاوي عشان مباراة أثيوبيا غرضا فيه دعم ومسندة منتخابنا الوطني ما عنديش مشكلة في هذا الأمر إطلاقا خالص ولكن طب هواتوا سايبين الكلام ده المين اللي بيحصل ده كل هذه الأمور اللي بتحصل ده هل هناك حد بيتابع لجنة الحكام مثلا هو إيه اللي بيعملوه في لجنة الحكام هو الكابتن عصام بيعمل حاجات محتاجين نعرفها أو بيعمل أو بينظم دورات معينة للحكام عشان يفهموا ويتعلموا أكتر يعني هم متعلمين جدا يتطوروا أقصد يعني فلو ده بيحصل ما فيش حد من الاتحاد بيفكر بهذا الشكل كل الناس عايزة بس تفكر إن هي تسافر لتدعم المنتخب وبركاته حازم يسافروا عشان هم المنتخب يعني زعلانين أو قالوا إن إيهاب جلال كابتن إيهاب جلال كان بركاته حازم مش عايزينه فلازم يبقى باين للناس كل إن هم بيسندوا بالمناسبة ما فيش مشكلة إن أنا ما كونش عايز حد وسندوا بعد كده واعترض آه إن أنا مش عايزه ولكن خلاص بقى موجود وكل الدعم يعني ملوش لازمة الموضوع يبقى كبير قوي كده الناس بيش ياخدى بقى لها إن كل حاجة في مصر تطورت كل حاجة في مصر تطورت في كل حاجة شوف الشوارع شوف اللي بيحصل شوف هنا شوف هنا لكن كرة القدم زي ما حضراتكم شايفين كده بنرجع سنة مش هقول عشرين تلاتين سنة الورى ولكن على الأقل سنة يا جماعة فكروا سنة إيه اللي هيحصل السنة دي هتعملوا إيه آه الأزمة دي موجودة من السنة اللي فاتت أو اللي قبلها كمان يعني المفروض أن أنت ما يبقاش فيه مفاجأة تخيلوا حضراتكم ما يدور في اتحاد كرة القدم في اليومين ثلاثة اللي قبل كده آه إن الناس مصدومة إن أعضاء الاتحاد يعني بيتكلموا في المصدومين وعندما سئل أحد أعضاء بجلس يقدر عن هذه الأزمة قال لك لما يبقى يحلها ألف حلال ويجي وقتها يعني مش للدرجات يا جماعة بقى ده اسمه كلام يعني دي بلدك دي مصر يعني مصر دي اللي أسست كرة القدم في أفريقيا أو من المؤسسين لكرة القدم في أفريقيا والعرب وكل احترمنا للكل يعني هل أنا لغاية دلوقتي مش عارف أنا هعمل إيه الفترة اللي جاية في نفس المشكلة اللي حصلت في نفس التوقيت السنة اللي فاتت ومين اللي بيتضار الأهلي وبقية الفرق اللي بتشارك معاه في البطولات الأفريقية المربع الدهبي هو الأهلي السنة افتكروا كده اللي حصل السنة اللي فاتت والمواضيع اللي حصلت ولازم نجيب فلان عشان نأيده وأيدنا خمسة ستة لعبة زيادة لولا أن هم زودوا القدف الأفريقي عشان الكورونا وعشان الكلام ده معرفش السنة دي هيعملوا كده ولا مش هيعملوا كده أمور كثيرة جدا نقدر نتكلم فيها ليه الموضوع ماشي كده ليه الموضوع ماشي يا جماعة نقول الحل اللي عندنا واحد اتنين ثلاثة كالتحاد كرة يعني واحد اتنين ثلاثة تحاد كرة القدم بيدير بالحب من الآخر يعني شيء موسيقى اشتركوا في القناة